انفجار عنيف آخر يهز عدن سيارة مفخخة انفجرها مجهولون بالقرب من مقر عمليات حماية المنشآت التابع للحزام الأمني بحي عبدالعزيز في مديرية المنصورة وسط عدن ضحايا هذا الانفجار من القتل والجرح معظمهم من الجنود المرابطين في المقر الأمني لكن الأضرار المادية كانت كبيرة في المقر الذي دمر بالكامل تقريبا فيما طالت الأضرار أيضا مسجد زايد المجاور وعددا من المنشآت السكنية الواقعة في محيط المقر الأمني التأثير الأهم لهذا الانفجار الذي وصف بالكبير وقع على سكان المنصورة فقد طال هدفا يقع في حي عبدالعزيز المزدحم بالسكان وبالمارة الأمر الذي أعاد هذا الحي ومديرية المنصورة إلى الأجواء السوداء من الحرب والانفجارات والأعمال الإرهابية التي هيمنت على المديرية وعدا طيلة العامين الماضيين عادا لم تتحرر بعد من كابوس العنف والإرهاب والتفجيرات وأعمال القاتل فلم تنضي سوى تسعة أيام على التفجير الانتحاري الذي طار لمقر البحث الجنائي في فرمكسر والذي أعقبته مواجهات راح ضحيتها ستة وأربعون قتيلا وعشرات الجرحى الرعب إذن هو الحصاد المر الذي يجنيه أبناء مدينة عدن المسالمين جراء هذه التفجيرات الإرهابية التي تقض مضاجعهم وتهز ثقتهم بالمستقبل الأفضل الذي بشر به رئيس الوزراء أحمد عبيد بن داغر لحظة عودته مساءل 2 إلى عدن محمولا على الآمال العراض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة